السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة وانتو بتتفرجوا على قناة تتعلم مع ماريم ومعاكم سلم وطارئ النهاردة حلقة جديدة ومختلف عشان هنعلم فيها بموميز إزاي يدوا أوردرز لولادهم في البيت إن إنجلش يعني يتكلموا معاهم ويطلبوا منهم طلبات بالإنجلش وكمان هنعلم النوتيترز إزاي يديروا حصتهم في الكلاس خصوصا في المراحل الأولى زي كل ده هنعرفه مع بعض النهاردة وكمان فيه فيديو فيه مفاجأ آخر الفيديو بس الأول لو انت مش مشترك معنا اعمل سابسكرايب أو اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت لإن ده بيشجعني وبيخليني أقدم لك فيديوهات أكتر ويلا نبدأ الفيديو واجعنا لكم تاني وزي ما قلنا قبل الإنترو إزاي هندي أوردرز أو هندي أوامر لولدنا أو طلبنا في الفصل بالإنجليش عشان يمارسوا اللغة كلنا عارفين إن اللغة محتاجة ممارسة مش بس اللغة الإنجليزية جميع لغات العالم زيها زي الكرآن لو أنا محفظتهاش ومراجعتش عليها باستمرار بتتنسي فبالتالي لازم أمارس اللغة واتكلم بيها عشان خاطر منسهاش أول مصطلح معنا لازم أعرفه لطفلي إذا كان في البيت أو إذا كان في الكلاس حتى لو أنا مش معرف إنجليش هقوله مش عارفة أقوله مثلا الحاجة دي اسمها إيه فهقوله pick it up pick it up يعني هاتها هات الحاجة دي pick it up تاني مصطلح معنا هو give it to me برضو أيا كان الحاجة دي لو أنا عايزة أقوله مثلا إديني الشنطة دي هقوله give it to me give it to me يعني إدهاني تالت إكسبريشان معنا اسمه give me a hand أو give me five إديني كفك كده أو إديني إيدك اللي هو برافو عليك إنت كده شاطر ممكن أقولها بطريقة تانية هي هي نفس المصطلح give me your hand إديني إيدك ولكن بأسلوب مختلف زي مثلا ماشية في الشارع وهو عمال يجري مني فهقوله give me your hand يعني ديني إيدك give me your hand يبقى ممكن أقوله give me a hand بس بطريقة كويسة جدا إن أنا بسلم عليه أو أقوله give me your hand يعني هات إيدك أوعا تمشي بعيد عنه رابع إكسبريشان معنا لو أنا مبسوطة منه هقوله give me kiss give me kiss يعني ديني بوسة أو give me a hug give me a big hug إديني حضن كبير قوي يبقى كده معنا أول مصطلح pick it up يعني هات الحاجة دي pick it up أو تاني مصطلح معنا give it to me give it to me تالت مصطلح معنا وهو give me your hand أو give me a hand رابع مصطلح معنا هو give me kiss إديني بوسة خامس مصطلح معنا هو give me a big hug إديني حضن كبير ودي كانت إكسبريشان بسيطة جدا إن شاء الله هنعمل بقي الأوردرز في فيديو خاص لوحده إنما دي قلنا مكتطفات عشان بس ما أطولش عليكم الفيديو نتعامل بيها مع الأطفال في البيت وكمان مع الطلاب في المدرسة طيب كمان عايزة زود حاجة في المدرسة وكمان أبرده تنفع للبيت لو أنا عايزة خليه يتكلم عن نفسه مش هاعد أقول له what's your name هيقول لي مثلا I am محمد for example how old are you لا هاقول له talk about yourself talk about yourself يعني اتكلم عن نفسك أو introduce yourself introduce yourself أقدم نفسك ودي كانت المفاجأة اللي معينا في آخر الفيديو معي جروب من طلابي أعمرهم متفاوتة ما بين الخمسة والستة والpreكيجي ولكن كلهم في نفس المستوى كأورل إن هما يقولوا حتى لو مش بنعرف نكتب كويس أهم حاجة إن إحنا نتكلم إنجليش كويس الكتابة دي بتيجي في مراحلها أو بتيجي في وقتها فهنقول introduce yourself هو يبتدي يعرف نفسه يقول بقى I am اسمي الاسم بتاعه ايا كان هو اسمه ايه جودي كارما ايه هو الاسم ثاني حاجة الاج بتاعه العمر هيقول مثلا I am six I am five whatever برضو العمر بتاعه هيكون قد ايه ثالث حاجة هيقول الجندر النوع نوعي هيقول I am a boy أو I am a girl هو بنت خامس حاجة معينا ممكن إن هو بعد كده يوصف نفسه لو هو باخد الادجكتب وبرضو كل الصفات هنعملها في فيديو خاص لوحدها هنقول الصفة وعكسها ونعلمهم لولدنا زي مثلا صفة طول هنقول I am tall أنا طويل أو I am short أنا قصير I am fat أنا طخين وكذلك فيبتدي يعرف نفسه أول ما أنا أقوله كلمة introduce yourself أو talk about yourself وده اللي هنشوفه عملي مع أولادنا دلوقتي ويلا بينا محمد I am six I am a boy excellent Mohamed give me a hand give me five thank you Mohamed can you talk about yourself Mohamed boy I am Mohamed I am a boy I am a five I am five I am five I am five Judy can you introduce yourself I am Judy I am five I am a girl excellent give me five give me five give me five and now give me a big hug where is Mohamed give me big hug يعني give me a big hug يعني تيني حطني كبير give me a big hug thank you يلا say to camera when you talk about myself I say I am when you talk about a boy he is he he is he is he is a boy he is a boy when you when I talk about a girl I say girl I am a girl I am a girl I am a girl I am a she no not I am she she is a girl bravo Judy she is a girl when I talk about a boy I say he is Mohamed when I talk about a boy Haul he is when I talk about a girl Haul she is she is a girl he is a boy excellent say bye to camera bye